السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً أصدقائكم تابعي قناة رحلات تيفي تحت عنوان المثلية في القاعات السينمائية أنقذوا أبناء المغاربة وحقاً يكتب الشذود في القاعات السينمائية فإنما هو شذود عن الفطرة السوية واختيار للانحراف السلوكي والفطري جاء في نص المادة ذكر مصدر إعلامي أن القاعات السينمائية المغربية تستعد لعرض فيلم بوز ليكليز الذي تم إنتاجه لفائدة الأطفال يوم الأحادي المقبيل وزاد ذات المصدر أن الفيلم المذكور تعرض للمنع في دول عربية وإسلامية كالإمارات وإنديونيسيا وماليزيا ولبنان ومصر والسعودية بسبب ما يتضمنه من مشاهد حميمية شاذة بين شخصيتين من نفس الجنس بين أنثيين الصين نفسها طالبت منتج الفيلم بحذف المشاهد شاذة للموافقة على عرضه لديها هذه الصين اللذينية ومع ذلك لأنها صارت تعاني من أنثثة التذكير وصار ذكرانها أكثر ميولا للأنثوية فإنها تحاول أن تحافظ على ذكرية ذكرانها يواصل أتواصل المادة إلا أن قاعتي سينما بكل من ضربة أو الرباط وفق ما ذكروا ذات المصدر الإعلامي قد أعلنتا عن تاريخ عرض الفيلم المذكور أعلى الأحد المقبل كما عرفتا بقصته دون إشارة لمشاهد الشدود الجنسي فيه ثم يعلق معد المادة محمد زاوي إن هذا الأمر لخطير وإنه لا يتطلب تدخل وزارة الثقافة عاجلا بتكليف لجنة لتقص الأمر تدفع الشذود عن أبناء المغاربة حالة وجود مشاهد له في فيلم بوز ليكليز وانطلاق المسؤوليتها القطاعي على ثقافتنا الوطنية فإن الوزارة المعنية مطالبة بالوقوف بحزم في وجه مظاهر الاختراق السادومية التي أخذت تتسلل إلينا في ظلام دامس من مذكرات مثلية في المعرض الدولي الكتاب تم منع النشاط بعد التنبيع عليه إلى مشاهد مثلية حالة وجودها قد تقدم على طبق من لعب ولاوي الأطفال صغار يجب تربيتهم على الفطرة الفطرة السليمة والتي هي الطبيعة البشرية الذكر ذكروا الأنثى أنثى أي أن لا يأتي الرجال الرجال شاوة من دون نساء والعكس أيضا إرادات تحريف الفطرة تتحرك على قدم وسق في العالم المعمور بأسره إرادات كان لها في المغرب من يرجع صداها فلابد من حذر مواقع وشخصيات تريد للشذ أن يصبح طبيعيا فيحتل التهتك وتحل الغابوية والحيوانية ومع كل ذلك يحل الخرب وآخر في آخر المادة كتب محمد زاوي وتحت قناع الحرية الفردية تستهدف الوالدية وتصبح الأسر في مهب الريح المابعد حداثية لواقع عالمي أصبح ينتج العفن والخباثة في قالب جميل وما يحمل في باطنه إلا القبح واجهته جنة زائفة ومن قبله العذاب ونهاكذا كما سمعتم تصارى استهداف الأطفال بشكل كبير من هذا المسخي الفطري ومن هذا الانحراف الفطري الذي يحارب البشرية وهو حرب على بشرية وإنسانية الإنسان فماذا يريد هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا ليس فقط خلق الله بل يريدون إعداما وإنهاء البشرية بهذا الانحراف السلوكي إلى مادة أخرى دونتم في العاية الله وحفظه متابعي ومشاهدي رحلة في والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته